ده التأكيد على أن البطلات بتبدأ صناعتها من المكاتب قبل الملاعد يعني سلامة القرار، معيار الاختيار، دقة المتابعة، كلها أمور إدارية بتصب أو بتنعكس بشكل مباشر على الألعاب الرياضية ومن ثم أعتقد جمهور الأهل كله بيطمئن للي بقول الدكتور سعد شنبي أنه مهما كانت الأيام الحالية فيها انتخابات وكل سادة للمرشحين أو حتى مجلس الإدارة مكتملا مهما كانت انشغالاته بالانتخابات وبأعمال الدعاية والتواصل مع السادة أعضاء الجمعية العمومية ده أبدا لا يشغلهم عن أداء المهام الموكلة إليهم أيضا من قبل الجمعية العمومية لأداء كل هذه التحديات أو مواجهة كل هذه التحديات الرياضية الكبيرة حتى آخر يوم في مدة عمل مجلس الإدارة لإعادة انتخاب مجلس جديد لكن دكتور سعد خلينا أقولك بداية دي أول انتخابات تجرى في النادي على لقاحة النظام الأساسي الجديد وحدك أشرت إلى الانتخابات أو الجمعية الكبيرة للنادي الأهلي بحضور أكتر من 36 ألف عضو 2017 وده كان رسالة صريحة وواضحة إلى مش بس قوة صناعة القرار إلى اطلاع الجمعية بدورها الكبير يعني زي ما حضرتك ذكرت كده أستاذ إبراهيم اطلاع الجمعية العمومية للنادي الأهلي بدورها الكبير والتاريخي اللي بيتوافق دائما مع التاريخ العريق للنادي الأهلي خلينا أقول لحضرتك أن الجمعية العمومية دائما هي صاحبة الموقف الأقوى والأعلى في النادي الأهلي عندما فكر النادي الأهلي وده كانت أحد الأهداف الرئيسية أو الأهداف الاستراتيجية لمجلس الإدارة الحالي فأن يكون هناك نظاما أساسيا للنادي الأهلي يتناسب مع تاريخ النادي الأهلي في وضع دستير التي تدير حركة الرياضة النادي الأهلي هو أول نادي كان لديه نظام أساسي ويمكن هنا خليني أن تهز هذه الفرصة وأشكر قناة النادي الأهلي في أنها تقدم برنامج قرارات مجلس الإدارة الزميل الفاضل الأستاذ سامح السريتي التي يعكس التاريخ الحقيقي للنادي الأهلي حتى نستطيع أن نؤمن تاريخا بعيدا عن التزييف وبعيدا عن المهاطرات وبعيدا عن الأراء الشخصية تقدم قناة النادي الأهلي توصيق تاريخ الجمعية العمومية عبر محاضر مجلس الإدارة وكيف نشأ النادي الأهلي بتوصيق هذه المحاضر بشكل رسم هنا كان دور الجمعية العمومية وكان هناك رهان كبير جدا 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 من رئيس مجلس الإدارة كابتن محمود على أن الجمعية العمومية سوف تنزل وبقوة لكي تضع نظاما ودستورا للنادي الأهلي يليق وتاريخ النادي الأهلي قائدا في هذه المنطقة وقائدا أيضا في تأسيس اللوائح الرياضية عندما يذكر الجميع النادي الأهلي يذكر الجميع نظم ولوائح النادي الأهلي عندما تذكر فريق كرة القدم تتذكر الكابتن حسن حمدي أول من وضع لائحة كمدير للكرة عندما تتذكر راحلنا العظيم الكابتن صالح سليم هو الذي كان يفكر في هذا الأساس بالتنسيك مع الكابتن حسن حمدي والكابتن حسن حمدي مشى على نفس النهج عندما تتذكر أسياد الفريق مرتاجي وما قبل الفريق مرتاجي أيضا تعرف أن هناك نظام أساسي وضع سنة 45 في النادي الأهلي المجلد الأحمر اللي خدناه من المستشار الجديل محمود بفهمي يمكن أنا شرفت في الحقيقة أن أنا اشتغلت في لجان النظام الأساسي مع معالي المستشار محمود فهمي واللجنة المؤكرة وبالتالي الجمعية العمومية هي اللي رهنت ونزلت بأكتر من 16 ألف صوت لتزوت للنظام الأساسي هذا النظام الأساسي في الحقيقة كان أيم على فلسفة جوهرية تتفق والمساق الأولمبي الدولي في الحقيقة وكانت هذه الفلسفة تقوم على أن الجمعية العمومية هي السلطة الأعلى في كل المؤسسات الرياضية ويجب أن يكون ديناميكية القرار وصناعته في المؤسسات الرياضية العريقة العريقة للأغلبية المطلقة وليس للأشخاص وإحنا كنا في الحقيقة حارسين على هذا النهج في النظام الأساسي النظام الأساسي في الحقيقة بتاع النادي الأهلي كان عنده تحدي كبير التحدي كبير أن هو يقدر يلتزم وفقا لنص الدستور المصري الذي قال يجب أن تكون النظم واللواقع القوانين التي تدير الحركة الرياضية الوطنية متفقة مع المعايير الدولية والنساق الأولمبي وأيضا تتفق مع صحيح القوانين الوطنية باعتبار النادي الأهلي واحد من المؤسسات الوطنية العريقة وأيضا تتفق مع قانون الرياضة الجديد وتستثمر ما فيه من فرص للوصول للمستقبل حتى يكون النادي الأهلي مستعدا للدخول إلى عالم المستقبل في الرياضة العمالية يتطور بسرعة كبيرة جدا وأيضا يظل النادي الأهلي قائدا للقارة الأفريقية قائدا للقارة الأفريقية في الحقيقة ده كانت فلسفة النظام الأساسي بتاع النادي الأهلي اللي هننتخب عليه المرات ويمكن في بعض الاختلافات الجوهرية للنظام الأساسي للنادي الأهلي في الحقيقة كان أول اختلاف جوهري في النظام الأنوخ غير تشكيل هيكلة مجلس الإدارة يعني مجلس الإدارة الحالي فيه تلاتة تحت السن النظام الأساسي اللي احنا هننتم الانتخاب عليه بيؤكد اتنين فقط تحت السن aware that's not that's not